إيه علاقة تسامم القطط في النادي الأهلي بوفاة صلاح جودة هو الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة مات يزداد بنت صلاح جودة بتصجر مفاجأة عن سر وفاة والدها في ناس ما بتهتمش بالتاريخ هو بيهتم بالواقع اللي هو فيه سر علاقة تسامم القطط في النادي الأهلي بوفاة الخبير الاقتصادي صلاح جودة مات جوه مقر النادي الأهلي هو مش عارف كمان عشر سنين لما يخرج التاريخ يذكره شراً أم حسناً والناس قاعدين يتفرجوا على ماتش مصر والتشان شروق بنت الخبير الاقتصادي صلاح جودة كشفت المسطور وجاوبت على السؤال اللي حير الكل بعد مرور أكتر من ثمان سنين على وفاته سكتيرة طلعة بتروت بس بمعلومات كلها غير صحيح وبمصادر هما ما يعرفوش المصادر جي جاية منها يا طرق قالت إيه وإيه علاقة تسمم القطط بوفاته هل القطط كانت زعلان عليه ولا هو اللي زال على وفات القطط بعد سنين كتير من إشعات والشجوك شروق بتكشف حقيقة وفات والدها وعلاقة ده بوجوده الداخل الميدل تعالوا مع بعض نعرف الحكاية إيه خلال الأيام اللي فاتت انتشر مقطع فيديو لإمنة الخبير الاقتصادي صلاح جودة اسمها شروق واللي نشرت فيديو تحت عنوان هو صلاح جودة الخبير الاقتصادي مات إزاي علشان يتسبب الفيديو جدل كبير على السوشيال ميديا خاصة بعد الكم الهائل من الإشعات والمعلومات المغلوطة اللي تقالف في الفترة اللي فاتت شروق طلعت في الفيديو كشفت الحقيقة وحكت كل حاجة ولكن في سؤال سألته أثار حيرة الكل وقالت في الفيديو إن والدها الخبير الاقتصادي الدولي صلاح جودة اتوفى جوه مقر النادي الأهلي في مدينة نصر وحكت إنه كان متعود يروح يقعد في النادي علشان يتناقش مع الناس في الاقتصاد ويسمعوا قراءه الاقتصادية والقراء المتعلقة بالشأن العام وفي اليوم ده بالتحديد راح وقعد عادي مع الناس في الوقت اللي كان منتخب مصر بيلعب مع التشاد في تصفيات أمم إفريقيا والمطش ده كان مهم جدا ومحدش كان مركز في أي حاجة نية وفاصل ما كان قاعد بيتكلم وبيهزر وبيضحك مع الناس فجأة رجع براسه الورى وبعدها طلع لقدام وبدأ ينزل رغاوي كتير من بقه مش بس كده كمان فقد النطق علشان يقوم الناس اللي كانوا قاعدين معاه ويستغيسوا بكل اللي حواليهم يا جماعة الحقونا لكن للأسف الكل كان مشغول بالمطش ومحدش سماعهم ولا ساعدهم ولأن والدها كان ملوش في مطشاط الكورة كان دايماً بيروح النادي بيقعد في مكان بعيد عن شاشات العرب وبعد حوالي ربع ساعة ووصل دكتور النادي وبلغهم إنهم لازم ينقلوا للمستشفى فوراً وفعلاً نقلوا لأقرب مستشفى وهي مستشفى نادي الطيران لكنه كان توفى بتأكيد من كل الأطباء اللي حاولوا يعملوا أقصى جهدهم كان لفض أنفاسه الأخيرة شروق قالت إن سبب الوفاة بتقرير من المستشفى هو هبوط حاد في الدورة الدموية يعني سبب الوفاة كان إليه مش بس كده كمان طرحت سؤال حير الكل وقالت بعدها انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسمم القطط جوه مقر النادي الأف وقالت علشان تجي في النهاية وتسيب القصة مفتوحة وتخلي الكل يسأل لو أنت لسه بتشوفنا حد دلوقتي قل لنا انتشاف الليلة الشروع ازاي